يجب الإمساك أيضا عن إدخال أي شيء له حجم إلى الجوف من منفذ مفتوح كالفم مثلا وكالأنف يعني مثلا إذا واحد كان صايم بيوم رمضان ثم بعد ذلك وضع في فمه شيء لا يؤكل عادة يعني مثلا هو من النوع اللي بيقص ضفيره أو بيكل ضفيره بيقوله فهو قص ظفره بأسنانه ثم بلعه هذا الظفر هل له حجم نعم وإن كان لا يؤكل لأنه بلعه يعني جاوز شو الحى مخرج الحى إلى جوفه أفطر ذاك الصائم ولو كان مثلا الذي بلعه عمدا هو لنقول نسر من سواك شيء من السواك بقي في فمه بدل أن يخرجه من فمه ابتلعه مثلا جاوز الحى إلى الجوف شو صار به صيامه أفطر أفطر الصائم في ذاك اليوم فنعرف من هون مثلا إذا في أختنا مثلا عم تعمل الشربة فوضعت شيئا في فمها تذوقته ثم مجته أي بسقته وغسلت فمها فهل تفطر لا تفطر ليه لأنه لم يجاوز مخرج الحى العبرة بمخرج الحى وكيف تعرف مخرج الحى هلأ إذا بتعمل أح تعرف وان مخرج الحى بتزيد همزة على الحى بتعمل أح هون مخرج الحى والدخ